توقعات نارية لنستراداموس العرب ميشيل حيك عن لبنان خطيرة هتحصل في الفترة المقبلة في لبنان تابعوا معنا اخطر خمسين توقع عن لبنان حلقة بكرة ان شاء الله هنكمل توقعاته للدول العربية وايضا خمسين او ستين توقع خطير جدا عن الدول العربية واللي مازالت لم تتحقق هذه التوقعات حتى الان انتظرونا في حلقة بكرة كمان ان شاء الله بس قبل ما نبدأ الحلقة ياريت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات ولو انت جديد معنا يشرفنا جدا انك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك مننا كل الفيديوهات اول باول ميشيل حيك بيت وقع ان في رئيسين للبنان الاول لن يستمر وسيغادر من دون ان تعرف اسباب المغادرة وطرقها اما التاني فهو مفاجأة فصول عرسال لم تنتهي وفضيحة كبيرة حرب تموز لم تنتهي ومحاولة لنقل حرب غزة الى لبنان غموض يلف المختارة والجاهلية هناك ادلة في قلب عرسال مع وجود اشياء تحت الارض محاولات اصولية وداعشية كبيرة منها محاولة اقتحام مراكز رسمية وسياحية خطر جوي يحيط باحدى الطائرات فوق منطقتنا المخطوفون العسكريون عائدون مع اوسمة محاولات لاتفاق صوت عبد الحميد بيضون صورة عبرة في الاذهان رسالتين خطيرتين لوليد جنبلاط والدكتور جعجع مجلس سيدم شخصيات فنية وامنية وسياسية وروحية حول السيد حسن نصر الله في مكان جديد يظهر فيه السيد حسن لأول مرة ويتواجد فيه اخصامه ايضا الطريق من والى منزل الرئيس مشال سليمان ليست امنة الاعلامية نضال الاحمدية في خطر كما غيرها من الاعلاميين اسليب ارهابية جديدة من الضاحية ومحطة فاصل امن جديد عنوانه استفارة الايرانية سوء للخضار سيتحول الى معركة معلولة ثانية ولكن هذه المرة في لبنان انفجارين واحد في معرض واخر في كراج اللواء عباس ابراهيم مكرم في محفل مسيحي كبير البطرياركة الرعي يسجل هدفا في رئاسة الجمهورية الاعلامي جورج غانم يسير في طريق وعر للوصول الى مركز كبير معاهدات السلام اللي وقعت واللي هتوقع بالحبر بين اسرائيل وبعض البلدان العربية سيقابلها عمليات موقعة بالدم من اكتر من موقع لن يبقى اسم العقدة في لبنان حزب الله وامين العام السيد حسن نصر الله وسيكون الحل ايضا حزب الله ونصر الله في وجهين واسلوبين ادوار بارزة لفنانين في صنع القرار في لبنان الجديد وكما في لبنان ايضا في سوريا التسوية رئاسية الحكومية ستكون شرارة تولع تسويات اخرى رئاسية حكومية واللعب بالنار سيفتح شهية اسمين جديدين على رئاستي الحكومة والجمهورية مجموعة كلمات هي مفاتيح عن توقعات للبنان وارتبطها ببعض الكلمة الاولى سقوط متقطع متنقل المتنوع بفئاته واسبابه واشكاله سقوط ثم سقوط لشخصيات من الصف الاول والتاني والتالت لينجح لبنان والثانية انقلاب من فوق لتحت ومن تحت لفوق متشقلب متداخل عجيب غريب وكل ينقلب على كله اما الثالثة فهي المنظومة بداية انحلال منظومة بدم ساخن ولهيب نار الرابعة الرحيل اختفاء وجوه تعددت الاسباب ولكن الاختفاء سيكون واحدا والعنوان رحيل والكلمة الخامسة هي الاعجوبة فهناك اعجوبة انقاذية كبيرة ستحصل في لبنان تحمل بشائر انقاذ لبنان من شلله والاعجوبتين ستحصلان في لبنان الاولى من صنع البشر والثانية من صنع السماء لكم لبنانكم ولكم لبناني لبنان الغد لن يشبه لبنان اليوم ولا لبنان منذ مئة سنة وان داخل لبنان سيكون هناك اكثر من لبنان لاتحدث عن تقسيم وانما عن شيء مختلف يغني لبنان الدستير والقوانين برسم التعديل والتغيير والزواج المدني سيكون مسموحا في منطقة وممنوعا في منطقة ثانية ومساحة لبنان ستتبدل وكذلك النشيد والعلم سيشهدان تغييرات الثورات ستولد ثورات انفجاران داخل الثورة انفجار برود وانفجار قرار يبادر الثورة لتبني الحل لاحدى المعضلات خارج الساحات ولكنه مفصل وفقا للأحلام الهلا هلا هلا هو سبب ردة الفعل ساحات الثورة حزينة على احد اهل الفن الثورة تصدر ثوار والمرأة تدخل الى قلب النار شخصية استثنائية من الثوار للحكم للثورة ملكة جمال ميشال الظاهر وتحسين الخياط وبيار الظاهر احدهم صورة على احدى الشاشات الثورة تحطم من نصب بعضهم آلهة الثورة تطهر ذاتها وتلفظ داخلها رح تشهد الثورة مد وجزر وفترات انتظار استثمار كبير من ممتلكات الطواقف وتحولها لبرامج صحية تعليمية وضمان شيخوخة رجال دين يعلنون استعدادهم للمثول امام المحاكم حجز حريات لرجال دين من مختلف الطواقف مصدرة اوقاف ووضع اليد على وضع الاملاك وفتح ابوابها امام الناس فتح ملفات خاطرة جدا لرجال دين من الفئة الكبيرة نشوء جبهة اصلاحية تصحيحية دينية الدولة اللبنانية وبعد ان اختارت رئيسها الجديد الكثير من الهواجس والتداعيات تحوم حول تلك الاراضي التي يتوقع الكثير من الافراد ان يحدث لها شيء وان يحدث لها الكثير من الازمات او الفرص الايجابية الوزير اشرف ريفي في كر وفر مع الرئيس سعد الحريري مفاجآت كبرى في اسماء الشخصيات التي سيتحالف معها ريفي بلدية ترابلس تشهد تغييرات داخلية تمنحها هوية جديدة مسلسل الاعجيب مستمر في مسيرة امن الدكتور سمير جعجع محافظ الشمال القاضي رمزي نهري في مواجهة شمالية قاسية سليمان فرنجية في اكثر من خطوة استباقية ومثيرة والناس في دهشة وهج الحدث يخطف الانظار من بكاركي الى الدمان هيئة العلماء المسلمين تلملم الجراح واسم الشيخ سالم الرفعي في الخط العريض يتوقف الزمن حزينا لعدة ايام في البترون الجمال النساء الشمالي في الطالعة ضرب خاصرة الجيش اللبناني شمالا وقرارات عسكرية بمنع التجول غضب برود وغضب الطبيعة في الشمال حدث مرتبط بمعلم ديني شمالي يبهر الناس كلمة الله في حدث على مدخل مدينة ترابلس اسم ميشيل سماحة من جديد اصحاب الاحتياجات الخاصة في صلب الاهتمامات الرسمية محيط نفق نهر الكلب مصرح لاحداث تشبه النفق تحضيرات لمشاريع سياحية على امتداد مجرى نهر الكلب الانتخابات النيابية لعبة ولعنة والقانون الجديد موديل الواحد وستين اللعنة سارية المفعول على البرلمان والنواب والانتخابات كتاب شكر وتفويد والتوقيع عن نبيه بري ثغرة تتحول كرة ثلج بين القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر إعلاميا ثنائية جبران باسيل ونادر الحريري يجمعهما السبب وتفرقهما النتيجة منطقة المتحف مصرح لأكثر من حادثة وحدث سيلفي بكامرة الرئيس الحريري تصبح خبرا أحداث سلبية في كاسروان لن تطفئ وهج مدينة جونيا مستقبلا القضيان بغيدة وحمود في خطر أحد توقعات وليد جنبلات للمرحلة المقبلة خاطئ مشروع الجنسية يعطي حقوقا للمرأة اللبنانية بين معراب والضاحية تبادل هدايا رئيسة اتحاد بلديات المتن السيدة ميرنة المر يونف خط الدفاع وينف خط الهجوم والمعارك كثيرة الأباء كميل مبارك وعبد بوكاسم وانطوان خضرة في مواقف هجومية دقيقة وخطرة تحركات جريئة للمثليين في لبنان والمنطقة موجة انتحار تكتاح المنطقة بينها وجه معروف الضجيج يعيد اسم الدكتور زياد نجيم إلى التلفاز الإبداع العالمي من صنع صغار لبنان شهرة واسعة في العالم للتبولة اللبنانية المرأة اللبنانية في قفزة نوعية في اتجاه الحكومة والبرلمان النازحون السوريون يأخذون مكان اللبنانيين في المظاهرات وسام للشاعر نزار فرنسيس في اكتر من محفل ثقافي الوزير السابق روني عربجي يكرم الوقت انتهى في ملف العسكريين المخطوفين عهد لبناني جديد رحباني التوقيع الإسلاميون خارج السجون وعرسال هم جديد ميريام سكاف نحو المواجهة عون يفتح نافذة واسعة في ملف المعتقلين في السجون السورية الحشيشة ستزرع وتقطف في عين الشمس تيمور جنبلات في قلب الحدث الكآبة تخيم على منزل بهية الحريري صدمة تطوير ملف نعيم عباس مصارع لقاطعون الحريري لن يشبه بداية العلاقة عن كبوت الخطر حول جبران بسيل حتى في الاغتراب عملية أمنية ضخمة تهدف إلى كسر ظهر العهد الجديد حزب الله دون أي ترتيب في الزمان ما بعد بعد حيفة وعينه على ما بعد بعد القصير كشف مخطط لاغتيال السيد حسن نصر الله وإخراجه للعلن وانشغال في مقر السيد تهافت الناس لمشاهدة نصر الله في إطلالة غريبة رجال حزب الله لن يكونوا بحاجة للتسلل إلى الأراضي المحتلة لأنهم ينتظرون هناك ساعة الصفر الجيش الإسرائيلي سيتبين له أن رجال الحزب خلفه وليس أمامه العهد الجديد يعطي اهتماما كبيرا للثقافة والفن الرعي في مصالحات سياسية الحريري يستخدم علم النفس لخوض معركه السياسية استمرار الأعجيب واللعنة سارية المفعول ومخطط اغتيالي رهيب متابعين الأعزاء بكده يكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة القوية والنارية جدا من توقعات مشال حيك اللي لم تتحقق حتى الآن في لبنان اتكلم عن الرئيس القادم للبنان وتكلم عن الثورة القادمة وايضا توقعاته للسياسيين والشخصيات البارزة من الصف الأول والثاني وتكلم عن الأعجوبة اللي هتعدي على لبنان وايضا السقوط المتقطع والسقوط اللي حيطال شخصيات كبيرة وايضا أحداث مهمة هتحصل في لبنان بيتوقع حدوثها في 2022 ان شاء الله يتحقق كل الخير وكل السلام وكل اللي بيحلم به الشعب اللبناني وكل اللي بيستحقه ان شاء الله يحصل عليه في العام الجديد وان شاء الله مزيد من الأمل والخير والتفاؤل لمستقبل لبنان القادم ان شاء الله تعالى بكرة ان شاء الله هنكمل معاكم توقعات ميشيل حيك لجميع الدول العربية كل توقعاته اللي مزالت لم تتحقق أيضا حتى الآن وأكتر من خمسين أو ستين توقع بانتظاركم بكرة ان شاء الله تابعونا وتابعوا لنهاية الحلقة وهنستنى تعليقاتكم وأشوفكم بكرة على خير ان شاء الله ويدمتم بكل الخير والحب والسعادة